همنيا دائما تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المركز الحدودي البري بمنطقة بوشبكة بالحوجبات وليت بسا خلال عملية فحص مادية لبضاعة تم تصريح بها عند الاستراض على مستوى المفاتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية حجزت قرابة المائة ألف كوب حالي بسبب وجود رموز مسيحية عليها متمثلة في المسيح مضافة إليه كلمة قهوة ليتم العثور على الفور الإختار أقول وكيل الجمهورية والتحرير محظر حدز ورفع مخالفة جمهورية ضد المخالفين في موضوع آخر وبعض العملية التي تمكنت من خلالها مصالح والمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بتيارة من الإطاحة برأس الأحمدية ومجموعته بتيارة والمتكونة من 11 فردا أكد مدير والشؤون الدينية لهذه الولاية على تدعيم مختلف المؤسسات الدينية والتربوية من مساجد ومدارس ودور شباب بدروس تعليمية لتحسين المجتمع من خلال تظافر جهود للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية التي طالما عاش بها السلف الصالح ورسخها جدنا في العقود السابقة المزيد مع ديار بندوت نعمل على مستوى المساجد السفرائيسية ومؤسسات أخرى جوارية كدور الشباب والمؤسسة التعليمية والمؤسسة التكوين على نشر الوعي بالعقيدة الإسلامية السمحة عقيدة الإسلامية التي يعتقدها مجتمعنا الجزائري العقيدة الأشعرية كذلك بيان أختار العقائد الوافدة والطوائف هذه التي تنشر أفكار موبوءة وفاسدة لا هم لها إلا البلبلة وزرع الفتنة في أوساط الشباب بسفة خاصة لأنهم هم المستهدفون طبي مكلف بعملية تلقيح التلميذ إلى الإهانة والطرد من قبل المدير متوسطة بمنطقة الخراطة قول ولاية بيجاية وعليها ودعى الأطباء شكولة المصالح المعنية لاتخاذ الأجراءات المناسبة كما سجلت مختلف التواقم الطبية المكلفة بتلقيح تلميذ المدارس إدى عدو الحصبة والحصبة الألمانية سجلوا عدة عرقي المنعة تصير هذه الحملية على غرار تحريض التلميذ من قبل بعض موظفي المدارس بغية عدم التلقيح وهذا حسب التصريح الذي رصده مرسلنا ربح صايش فيها عملية طبية ولكن نقول لك ما تفشلناش هذا زدنا عزيمة لأن الولاد ولدنا احنا المدير هذا نخليه الإدارة تخذنا إجراءات تخلي الإدارة تعمل عملتها ولكن احنا نوصله في العملية عندنا ثاني بعض مدرأ المؤسسة التربوية لمكانوش في المستوى خلاص يعني نتأسفه كثير يعني في أوليو باش يعونونا ولو ينتمي ديو فليزيكيب ولو هدروا لهم في هدرات لي ما تليقش بواحد مربي يعني نتأسفه مليح مليح لأن البرصانتاج ما هوش مليح إلى موضوع آخر وإلى قضية خطيرة تلك التي تحدث بمقبرة سيدي بن طيبة بدائرة البرواجية ولاية لمدية حيث انتهكت حرمة الموتى ودنست القبور بالفضلات والأوسخ ووصل الأمر إلى ردمهم بالنفايات معمل عروس يفصل أكثر في سياق هذا التقرير هذا هو حال موت مقبرة سيدي بن طيبة بالبرواجية فضلات هنا وهناك ونفايات تدنس شواهد قبورهم فلم تكفيهم ظروف دفنهم بالروائح الكريهة بل تعدت إلى ردمهم حيث يقف هذا الشيخ هو جزء من المقبرة ردم عن آخره بفعل تركه من نفايات والأوساخ يحدث هذا يوميا بلا حسيب ولا رقيب هذه كانت مقبرة ورها مردومة نقول لك بلاخرها 21 مقبرة 30 بلاخر هلأ حسب المساحة تعطراب غير بعيد عن المقبرة يعاني سكان قرية سيدي بو بكر الأمرين في دفن موتهم وكذا بسبب الروائح الكريهة والفضلات التي تنقلها التيارات الهوائية إليهم الميت ما ندوهش سمك عدنا ندوه الجبانة واحدة أخرى وهذه الجبانة ما زيش ندفنه واحد عد ما يقدرش عدوين يخاف يطلع الجبانة الفوق ودفوا يشعلوا النار في الزوبيه الدخان الدخان يوصلنا حتى الهنية الريحة حاشيك هنا في الصحيب قضية مقبرة سيدي بن طيبة مطروحة منذ سنين دون حل فعلية وتزداد تفاقما مع مرور الأيام لتتواصل بذلك معاناة أرقت الأحياء والأموات نختم نشر مشاهدين من قصر التمسين التاريخي بتوغورت الذي يعد واحد من المعالم التاريخية المميزة للمقاطعة الإدارية توغورت إلا أن غياب الاهتمام جعله مهدد بالانهيار علي محمد زين العبدين يفصل أكثر يبدو أن التصنيف العالمي أضحى نقمة على قصر تماسين التاريخي بعد أن كان نعمة فالقصر الذي يحمل تاريخ قرون قد مضت بدأت أركانه تنهار في صمت ماحية آثار أمة قد خلت هذه القلاعة التي كانت كانت هي ربما لأسسها سيدة حاجة تماثيني وكانت مركزا للعلم والذكر والقراءة القراني وتعليمي اليوم تئن وتكاد تسقط رغم النداءات رغم الصراخ الذي سرخناه في كل مكان عبر مختلف المنابر لجميع المسؤولين ولكن لا حياة من تنادي تصلنا عدة مرات بأننا سنقوم به نحن بأنفسنا فقط برخصة أو كذا أو السلطات المحلية ستدخل باشترمم هذه الاسمات نحي القوسة ذاتها ومن بعد يتبنى بأشياء صلبة ثم يغطى بأشياء محلية أركان القصر لن تعود الوحيدة المنهارة فحتى مسجد القبة الخضراء أضحى اليوم رميما نطالب مع الوزير ونعود نطالب تدخل استعجالي لمسجد القبة الخضراء مسجد القبة الخضراء لا ينتظر الدراسة لا ينتظر هناك خطوات كثيرة قام بأسيد الولي منتد مشكور قام بأسيد الولي الولاي لكن هذه الخطوات لا زالت في تراوح مكانها فهل ستجد صرخة أركانه آدانا تسمعها قبل أن يضيع كما ضاع من قبله كثير من تاريخ المنطقة في صند ترجمة نانسي قنقر